اشتركوا في القناة من قولها الرؤى دي وهي رؤية العزباء ان هي بتفرش فراش الزوجية ده من اكثر الاحلام اللي بتبشر البنت العزباء باقتراب الزواج فلو شفت ان هي في حلمها كان هي على فراش الزوجية او ما يقوم به الزوجية من معاشرة وعلاقة زوجية ده بتشير لزواجها القريب العباية او المزرعة او الحرصة الارض او لبس الحزاء كلها دي من علامات بدل على اقتراب الخطوبة والزواج رؤية الخروف في المنام او زبح الخروف في المنام او اللبس الجديد او لبس الخاتم دي بتبشر الرأي باقتراب الخطوبة والزواج بإذن الله سواء للبنت العزباء او للشاب الاعزب كذلك الامر اللي شوف ان هو بيشتري ملابس جديدة وشاف نفسه ان هو بيلبس ملابس جديد او سوب جديد والسوب ده كان يعني مناسب ليه كان ما كانش يدائج عليه ما كانش واسع عليه ده بيبشر ان شاء الله باقتراب زواج في القريب العاجل رؤية الجمل وركوبه في المنام الاعزب والعزباء دلالة اه على الزواج رؤية اجتماع او جم او حفل او لم شامل الاهل القرب بتبشر بزواج العزباء والشاب الاعزب بإذن الله الفتاة اللي شوف المنامها ان هي يعني فيه شخص بيديها خاتم او بيديها هدية ده بيبشرها ان شاء الله بالزواج من هذا الشاب في القريب العاجل كذلك الامر الرؤية دخول البيت او او بناء بيت في المنام ده بيبشر ان شاء الله بالزواج في القريب العاجل ايضا من العلامات المهمة جدا اللي اتبشر باقتراب الزواج اه يعني رؤية البيت الجديد او اللي شوف لو انتقل لبيت جديد في المنام ده بيبشر باقتراب الزواج اه والخطوبة بإذن الله احبا في الله يا ربنا بشركم بكل خير اه اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة اه بالزواج او الخطوبة يكتبها لنا اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم فسر وقت ما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان قرارتكم تشارك برقدر منكم من الناس وإلى اللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله